الحمد لله نتائج تاريخية بالنسبة لشركة قاز ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى خفت حدة البروف على سلاسل الإمداد مما خولنا أن نوصل طلبات أكثر من العام السابق بـ 45% تقريبا كذلك زيادة الأرباح من استثماراتنا في الشركات الشقيقة بمعادة 20% عن العام الماضي نعم سيد فيصل اللافت لدينا كان لدى الشركة هناك العديد من العقود التي تم إبرامها حجم العقود اليوم التي تم إبرامها بالنسبة لشركة جاز وما هو المستهدفات لديكم أيضا في عام 2024 نعم في عام 2023 كان لدينا ما يعادل 440 مليون مرحلة من 22 إلى 23 بالإضافة إلى إضافة عقود وطلبات شراء بما يعادل مليار ريال فليصبح المجموع مليار وأربعمية نفذ منها 730 رحل إلى هذا العام 720 تقريبا في شهر واحد واثنين من العام هذا ولله الحمد توفقنا في أن نحن نحصل على عقود بما يعادل 650 مليون ريال بالإضافة إلى خطابات نواية بما يعادل 760 ليكون الناتج الإجمالي مليارين ومئتين تقريبا ستنفذ خلال الثلاث سنوات القادمة بإذن الله نعم يعني لو فصلنا اليوم بالنسبة للعقود مع أرامكو اليوم كم تبلغ هذه العقود مع شركة أرامكو وأهل من عقود جديدة أيضا مرتقبة خلال الفترة المقبلة الموجود من أرامكو خطابات نواية بما يعادل 760 مليون بإذن الله سترى النور قريبا وتوقع قريبا العقود الأخرى 650 عقود أما بالنسبة للمتوقع فالسنة في بدايتها ما زلنا في بداية الربع الأول متفائلين متأملون فما حقق بالأمس هو نقطة انطلاقة اليوم بإذن الله نتعمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه انطلاقة وبداية جديدة للشركة يعني يمكن العقود الأخيرة والمشروعين الذي تم الحديث عنه مع شركة أرامكو متى سيبدأ أيضا الأثر المالي قد نشهده على الشركة؟ هذا يعتمد على التوقيع إذا تم التوقيع في القريب العادل وهذا المأمول بإذن الله فقد نشهد تأثير إيجابي في الربع الرابع من هذا العام بإذن الله والربع الأول والثاني من العام القادم بإذن الله نعم سيد فيصل اليوم يعني في ظل هذه النتائج الإيجابية كم تبلغ تقريبا التدفقات النقدية لدى الشركة وأيضا ماذا عن حجم أيضا السيولة النقدية المتاحة لديكم؟ في عام 23 ولله الحمد أقفلنا سنة المالية بصفر قروض كما تم ذلك في عام 22 حاليا يوجد لدينا نقطة البنك بمعاعدة 90 مليون لدينا اتفاقيات 90 مليون ريال عفوا نتحدث هنا نعم بالريال ويوجد لدينا اتفاقيات مع بنوك محلية بمعادة 600 مليون في حال لزم الأمر إلى اللجوء إلى الاقتراض ولدينا مساحة شاسعة في حال أتت فرصة تشجعنا على الاستثمار بإذن الله اشتركوا في القناة